عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال يعني هذا حديث قدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وأولياء الله كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مسلم مؤمن بالله تعالى ويتق الله تعالى فهو ولي من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا تعريف الأولياء في كتاب الله تعالى ليس الأولياء الذين تحصل لهم خوارق العادات يمشي على الماء أو يطير في الهواء قال هذا ولي من أولياء الله لا الولاية الحقيقية بالعمل الصالح بالاستقام على طاعة الله والكرامات تأتي تبعا ربما يكرم الله تعالى عبده من باب تثبيت على الإيمان فأولياء الله هم المؤمنون المتقون والولاية درجات كما سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي درجات الولاية منهم المقتصدون الذين يؤدون الواجبات ومنهم المقربون السابقون المسارعون إلى النوافل والخيرات وبحسب درجتك في الولاية تنزل عليك الرحمات والبركات ويدافع الله تعالى عنك أولياء الله مقربون عند الله هم أحباب الله فيدافع الله عنهم بل قال هنا من عاد لي ولياً فقد آذنتوا بالحرب فالله تعالى يحارب من آذى أولياءه المؤمنين المتقين إن الله يدافع عن الذين آمنوا فهذا يجعل المسلم يحذر من أن يؤذي مسلماً ما تدري ليست الولاية بالمظهر وهذا شيخ كبير وهذا عالم جليل لا لعل هذا الفقير الذي ينظف الشوارع ويمكن يكون عنده خبيئة من عمل صالح بينه وبين الله لا تدري كيف يكون حال يمكن يكون هذا من أولياء الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره فلا تحتقر أي مسلم ما تدري لعله يكون من أولياء الله تعالى تؤذيه فيكون هذا سبباً في محق البركة من حياتك كلها وحرب الله تعالى عليك من يطيق حرب الله تعالى